على الرغم من قرب موعد العودة إلى المفاوضات النووية في يوم 29 دعش ألفين وواحد وعشرين إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لوحت بالخيارات المفتوحة أمام إيران والكثير فهمها بشكل واضح بأنها خيارات عسكرية تلوح بها واشنطن تجاه إيران في حالة فشل المفاوضات النووية كل هذا صار أمس في هذا المؤتمر الذي ترونه أمامكم وتحديدا هو مؤتمر الحوار أو حوار المنامة الموجود طبعا والذي تم في البحرين يوم أمس من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الذي صرح بهذه القضية عند سؤاله عن طبيعة الخيارات العسكرية إذا ما كانت هي عبارة عن أوبشن أو خيار موجود بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأكد بأن الخيارات كلها مفتوحة تجاه إيران وهذه التصريحات قد يستغرب البعض لماذا وزير الدفاع الأمريكي يصرح بهذا التصريح ونحن على بعد تقريبا أسبوع من المفاوضات النووية التي تعتبر حلا تبحث عنه إدارة بايدن منذ يومها الأول في إدارة البيت الأبيض بشكل مباشر هذه التصريحات تأتي بسبب قضية مهمة جدا وتزامنت مع هذا التقرير الذي صدر من السوندي تايمز التي طبعا بنت قضايا مهمة جدا على أساس ما طرحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه إيران تقنيا تقربت واقتربت خطوة إلى القنبلة النووية كيف تم هذا اللي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه إيران الآن تتخصب مثل ما نعرف بنسبة 60% تخصب اليورانيوم بهذه النسبة العالية للغاية من هذه النسبة الآن هي أنتجة الآن ومخزون اليورانيوم اللي تمتلكه 17.7 كيلو جرام من هذه النسبة العالية وهذه تعتبر يعتبر خزين كبير جدا وخطر جدا لماذا الصندي تايمز تقول بأن هذه 17.7 كيلو جرام هي بإمكانها أن تنتج بشكل مباشر الآن 10 كيلو جرام من اليورانيوم اللي هو مخصب بنسبة 90% نسبة التخصيب للوصول إلى القنبلة النووية وهذه بحد ذاتها تدخل في عمليات التسليح النووي وهذا معناته بأنه إيران على بعد 10 كيلو جرام إضافية فوق هذه العشرة كيلو جرام حتى يصلون مباشرة إلى القنبلة النووية لأنها القنبلة النووية هي بحاجة إلى 20 كيلو جرام فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% حتى تقدر أنت طبعا إيران أن تصنع القنبلة النووية فلذلك هذه تعتبر هي مرحلة اللاعودة التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي مؤخرا في لحظات صعبة جدا لهذه القضية فلويد أوستن الذي يقصده بأن القضية إذا وصلت إلى فشل بأي سبب من الأسباب للمفاوضات النووية أو أي تأخير فأحنا مضطرين على عملية أن نأخذ بالخيارات المفتوحة ضد إيران لأن هذه القضية أصبحت معقدة ولم تعد مثل الفترة السابقة أبدا وطبعا هذه القضية بحد ذاتها وهذا التقرير جعل أيضا إسرائيل أن تتحدث عن طريق إزرائيل هيوم بتصريح من أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذي لم يصرح باسمه بشكل مباشر أكد بأن التحشيدات الإسرائيلية مستمرة وبأنه في حالة أي اقتراب بأي خطوة إضافية من هذه الخطوات التي تحدثنا عنها فأن إسرائيل ستتصرف وستضرب بشكل مباشر من أجل إبعاد إيران بمسافة عن القنبلة النووية لا يريدون من إيران أن تكون قريبة هذا القرب الذي نتحدث عنه الآن في قضية القنبلة النووية المشكلة أن السعودية أيضا دخلت على الخط في هذه القضية وتحديدا الأمير تركي الفيصل وهو رئيس استخبارات السعودية السابق هذا الرجل بتصريح مؤخرا على الـ MSNBC الأمريكية صرح في هذه القضية برأي الشخصي ولا يمثل الحكومة الموجودة في المملكة العربية السعودية لا أبدا ولكن هو طرح هذا في الوسائل الإعلام الأمريكية وقال بصريح العبارة كما ترون قال أنه يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري بما فيها اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة لكي ندافع عن أنفسنا ضد احتمالية إيران مسلحة نووية وبالتالي هذه تضع ضغوط كبيرة جدا واضحة على إيران من أجل أن تقبل بما هو مفروض عليها الآن في طبيعة المفاوضات النووية يضاف إلى ذلك بأن قضية مهمة جدا أيضا كشفت عبر نيويورك تايمز بتحقيقات عن الضربة التي صارت على قاعدة التنف قبل 31 يوما الشهر الماضي وتحديدا في يوم 20-10-2021 قضايا جديدة كشفت جديدا لم تطرح بأي شكل من الأشكال على الإعلام طرحوها الأمريكان وواضح أنهم متقصدين توضح بأن إيران هي التي كانت خلف هذه العملية التي تمت على قاعدة التنف وطبعا قاعدة التنف إذا ما جئنا هنا طبعا قاعدة التنف هي موجودة بهذه النقطة تعتبر طبعا هي موجودة في المثلث الحدودي بين العراق والأردن والسوريا وفي حينها الضربة التي سوتها الفصائل الموالية لإيران قامت بهذه الضربة باستخدام خمسة طائرات مسيرة على قاعدة التنف التي تتواجد بها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك قوات مغاوير الثورة السورية للأمريكان يدربوهم من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي التي أكدتها هذه التحقيقات التي كشفتها نيويورك تايمز بأن إسرائيل هي التي أعطت المعلومات الاستخبارية للولايات المتحدة الأمريكية قبل ساعات من هذا الهجوم بأنه سيصير عليكم هجوم بالطائرات المسيرة وبالصواريخ أيها الأمريكيون فعليكم أخذ احتياطاتكم وعلى هذا الأساس الأمريكان مباشرة سحبوا 200 جندي مباشرة من هذه القاعدة وصارت هذه الضربة المؤثرة التي شهدناها على قاعدة التنف والآن المعلومات الاستخبارية كما تحدثنا على مستوى الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية بحسب النيويورك تايمز هي أكدت بأن إيران هي المسؤولة وهي التي أعطت الأوامر مباشرة للفصائل الموالية لإيران للقيام بهذا الهجوم أي بما معنى لأنه بالبداية الفصائل الموالية لإيران وتحديدا لهم حلفاء سوريا أصدروا بيان وقاموا بهذه الضربة وقالوا بأننا نحن من قمنا برد الاعتبار أي أن إيران لم يكن لها تدخل بأي شكل من الأشكال هذه التحقيقات تؤكد هذا الموضوع بأن إيران هي التي قامت بهذا الهجوم وحدة من التحليلات المهمة التي طرحت بأن من خمس ومن هذه الطائرات الخمس ثلاثة منها هي لم تنفجر في قاعدة التنف وحللوها بشكل مباشر والعراق متورط بشكل مباشر في هذه القضية طبعا وبشكل مخيف وتوضح أن الطائرات كانت قادمة هي من الداخل العراقي وطبعا هذا معناتها بأن طائرتي المسيرة هي التي انفجرت في قاعدة التنف وهذا أمر واضح ودقيق من خلال الصور التي نشرت عن طبيعة الانفجارات يعني إذا أخذناها وما جرى من طبيعة الانفجارات في قاعدة التنف هذه هي قاعدة التنف التي ترونها يعني الانفجارات صارت على مستوى الهنقر بهذه النقطة تقريبا في منتصف قاعدة التنف وكذلك الضربة الأخرى صارت بهذا الاتجاه على هذا المدخل ودعونا الآن نقترب من هذه النقطة ومن ثم ننتقل إلى النقطة الثانية لكي نناحظ طبيعة التفجير والطائرتي المسيرة التي انفجرت والتي مصار غيرها بهذه القضية هذه النقطة طبعا إذا ما اقتربنا من عدها تحديدا الانفجار الذي يجب من الصور التي جاءت هي جاءت على طبيعة هذا المدخل اللي هو مثل الخيمة على شكل خيمة هو هذا المدخل مباشرة حقيقة يدخل إلى هذا المبنى هذا المبنى تبين بأنه هو مبنى تابع إلى عوائل مغاوير الثورة اللي تدربهم الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي أي بما معنى ليس هناك أمريكيين في هذا المبنى اللي ضربته الطائرة المسيرة وضربت طبعا المبنى بالقرب من المدخل سنرى هذه التفاصيل بكل تأكيد وكذلك أنه أمام هذا المدخل هناك الساحة هذه الساحة التي ترونها اللي هي مغاوير الثورة يتدربون بها يدربوهم الأمريكان في بعض الأحيان هنا في هذه الساحة دعونا نأخذ صورة لهذه الساحة لكي نتأكد من هذا التفصيل الذي نتحدث عنه هذه الساحة وهؤلاء هم مغاوير الثورة السورية طبعا الذين يتدربون بهذا الشكل هذه صورة من عدهم هم مغاوير الثورة وهذا هو المدخل الذي نتحدث عنه وإذا ما جئنا إلى صورة الضربة فعلا هذه هي الضربة المؤثرة بهذا الشكل ودعونا الآن نلقي نظرة على طبيعة هذه الفتحة التي تبدو وكأنها شباكا وقد تكون جزءا من الدمار اللي صار بسبب الطائرة المسيرة إذا ما اقتربنا منها بهذا الشكل وقارنناها بهذه الصورة هذه الفتحة وهذا هو المكان مكان صغير إحدى عواء المغاوير الثورة تعيش في هذا المكان الصغير كما ترون وكذلك هنا صورة للعائلة التي تسكن وهم ينظرون إلى الأعلى إلى طبيعة الطائرة المسيرة التي ضربت السقف وهبط السقف طبعا لهذا المكان وهذه هي الصورة التي انتشرت لطبيعة الضربة اللي صارت وكذلك صورة أخرى لطبيعة جيم أو صالة ألعاب رياضية هي موجودة في نفس المكان السكني لعواء المغاوير الثورة ومقاتلي مغاوير الثورة بهذا الشكل كما ترون وكذلك الضربة الثانية التي تحدثنا عنها اللي هي في منتصف القاعدة هي جاءت في هذا الهنقر وطبعا دمرته وسحقته مع الأرض تماما بهذا الشكل فلذلك الثلاثة الطائرات الأخرى هي اللي حللوها الأمريكان بحسب النيورك تايمز ووصلوا إلى هذه النتيجة شوف شون اللي قالت النيورك تايمز نظرا لعدم انفجار ثلاث طائرات بدون طيار تمكن المسؤولون الأمريكيون من دراستها وتحديد بأنها استخدمت نفس تكنولوجيا طائرات المسيرة التي تستخدمها الفصائل المدعومة من إيران في العراق وأكدوا القضية وتورط إيران بشكل مباشر قال مسؤولون المخابرات الإسرائيلية والأمريكية أن لديهم معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران كانت وراء العملية وهذه طبعا تضع أسئلة كبيرة جدا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه التفاصيل اللي صرحوا بها ثمان مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه القضية لم يذكروا أسماءهم لماذا لا يقول لإيران في ظل هذه المعطيات يا إيران أنت مسؤول عن هذه القضية ويقومون بضرب إيران هذا لسبب مهم جدا هو للحفاظ على الجهود في قضية المفاوضات النووية المرتقبة يوم 29 دعش 2021 وما تبقى من أمل من أجل منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية وطبعا ولكن في ظل هذه الترتيبات التي تجروا الترتيبات النووية على مستوى إيران على مستوى السعودية وكلامها على مستوى الصين على مستوى الدول الأخرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية وبسرعة كبيرة جدا الفيدريشين أوف امريكان ساينتست اللي هي الـ FAS اللي هو اتحاد العلماء الأمريكيين أكدوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا بصنع ما لا يقل عن 480 قنبلة نووية وتريد توزعها على حلفائها اللي موجودين في النيتو في أوروبا وستكون هذه القنابل جاهزة في بداية عام 2022 وستوزع في عام 2023 و2024 على حلفائها اللي موجودين في النيتو في أوروبا تحت الأرض من ضمن هذه الدول طبعا ألمانيا من الدول التي ذكرت طبعا من ضمن حلف النيتو وهذه القنابل النووية ستتمكن طائرتان نوعان من الطائرات تقدر تشيل هذه القنابل اللي رح يصنعوها وطبعا هذه الطائرات هي الـ B2 طبعا واحدة من الطائرات المهمة جدا الـ B2 طبعا من الطائرات اللي هي تستطيع من حمل القنابل النووية بشكل مخيف جدا وقادرة على عملية حملها والضرب بالطرق اللي تريدها وتشكل تحديا كبيرا جدا للرادارات وبالإضافة إلى ذلك أيضا إلى طائرة الـ B21 ريدر هذه طائرات طبعا التي لديها أمكانيات في الوصول إلى عملية القنابل وحمل هذه القنابل النووية التي نتحدث عنها على هذا الأساس القضايا تبدو صعبة جدا ومعقدة بطبيعة ما ممكن أن يجري وطبيعة هذه أوراق الظهور